موسيقى يبدو أن عملية استعادة مدينة الحديدة من سيطرة مليشي الحوثي وصلت إلى مراحل حاسمة إذ أشار خبراء عسكريون إلى أن المدينة وبحسب المعطيات العسكرية باتت تحت سيطرة الجيش اليمني بعد التوغل لمسافات كبيرة جنوبها وشرقها والسيطرة على الملافذ الرئيسية التي تربطها بالمحافظات الأخرى الخبراء أكدوا أنه في حال استمرار العمليات بنفس هذه الوتيرة يتم استعادة الحديدة خلال 72 ساعة حيث تكبرت مليشي الحوثي خسائر كبيرة في مختلف الجبهات خلال الأيام الماضية تقدم الجيش في الحديدة وانحسار خيارات المليشيات لأدنى مستوياتها أمور دفعت زعيم المليشي عبد الملك الحوثي إلى إطلاق الاتهامات في كل اتجاه حيث هاجم الولايات المتحدة متهما إياها باستخدام الدعوة إلى الحوار السياسي كغطاء لهجوم شامل على مختلف الجبهات وكيل وزارة الشباب في الحكومة اليمنية حمزة الكمالي قال إن عملية تحرير الحديدة عملية إنسانية في المقام الأول وذلك لإنقاذ أبناء المدينة من قبضة مليشيات الحوثي ويعادة الاستقار للمدينة المليشيات الحوثية واصلت انتهاكاتها ضد المدنيين حيث أخلت مستشفى الثاني والعشرين من مايو من المرضى وحولته إلى ثكلة عسكرية الأمر الذي منع المدنيين من تلقي الخدمات الصحية الأساسية فضلا عن استخدام سياسة التمترس بسكان الحديدة والمنشآت المدنية فيها التطورات الميدانية الأخيرة أفرضت معطيات جليلة في موازين القوى والسيطرة على الأرض خاصة بعد الخسائر التي منيت بها مليشي الحوثي على أكثر من محورة ترجمة نانسي قنقر